اللي ايه والصلاة والسلام على رسول الحبايبي طلاب أولى وتانية سنة النهاردة امتحان تانية سنة والانجليزي الحقيقة زي ما احنا شفنا فيه بعض التركات انت بقى هشيل من دماغ سواء بقى حلية حلو او حلية وحش خلاص كبر دماغ خالص من الامتحان ده عدة وخلص بصوا اي مادة تحس انك عكت فيها يعني خلاص سبها على ربنا سبحانه وتعالى ده رقم واحد رقم اثنين الترم الاول فيه تأدير فان شاء الله هيشيل معنا الترمي التاني تاني حاجة فيه اخبار صارة بس لسه لما نتأكد من الكلام ده ويهاولها لكم في فيديو منفاصل لما يجي وقتها طيب احنا مش عايزين ان احنا ايه بقى نبتدي نركز في اخطاءنا والكلام ده لا المادة خلص تشيل من دماغ وكبر خالص خلصنا الانجليزي انا عارف ان هو كان معتمد اعتماد كبير على الشخص المتأسس كويس في اللغة الانجليزية يعني لازم تكون قوي وتراكمي من سنة اولى واعدادي والحاجات اللي فاتت دي كلها لازم تكون متأسس صح عشان تقفل امتحان اللغة الانجليزية اذا ما شفنا نهارده ولكن هو كان لعدد كبير من الطلاب اذا ما شفت في التعليقات بيقولوا ده سهل الموضوع مش مش صعب كان الموضوع بالنسبة لهم سهل طيب دلوقتي نركز في ما هو قادم انسى بقى اللي فات ابتدي امسك المادة اللي جاية ان شاء الله هانته هي والرابط والموضوع هيخلص ونخلص خالص من السنة دي ونخش بقى على تلتة سنوية التقيلة بتاعتنا طيب دلوقتي في بس كم جملة انا كنت سبتها في الانا كنتبتها في اول تعليق اللي جاية بتاعتها ولكن هقولها لكم تاني جملة اللي هي رقم تمانية بتاعت كودهاف كودهاف لازم يجي ورها البي بى او الباس باتسبه ليبأ انا عندي هنا كودهاف فورجارن هنختار الاجابة اللي هي بي في عندنا السؤال رقم تسعة بيقول لك هي هات بن نقط فور ثري ييرش طبعا عندنا فور اللي هي مده زمني بيجي ورها مده زمني محددة وعندنا هات بن يجي ورها فيرب ان جي اللي هو الماضي التام المستمر يبقى هات بن فيرب ان جي على طول يبقى هات بن ليفنج خلالي بالكو تحط الكلمة live in g اللي جابها تبقى عندنا اللي هي بي رقم 10 آخر واحد طلبت مني أو أمرتني دايما اتفقنا في النهي لما نجي ننهي واحد مع كلمة ما نقولش دونت نقول not to not to play ما تلعبش not to sleep ما تنامش ده كده ببساطة كم جملة اللي كانوا باقيين طبعا في كلام كتير جدا على كلمة encourage لقيت منكم في التعليقات كلمة encourage لو أنا عايز أجيب منها النون يبقى encouragement بنحط لها m-n-m-e-n-t أو بنحط لها er اللي هي encourager اللي هو الشخص اللي بيقوم بالتشجيع المشجع لكن encouraging دي كده adjective كصفة encouraging يقول لك مثلا ايه today I enrolled in encouraging job يعني انا دخلت او انضميت لوظيفة encouraging هنا مشجع يبقى دي كده صفة طب ما انا ممكن اعطاك هنون في بداية الكلام تمام صح ولكن عندنا في المنهج احنا هو عايز ال-m-e-n-t وال-er في موقع عجنبي هاسبه لكو اسمه الورد هيبو ده بيجيب لك الكلمة وده موقع عجنبي اصلا بيجيب لك الكلمة والنون بتاعها حط كده كلمة encourage وشوف النون بتاعها هتلاقي جاب لك ال-m-e-n-t وجاب لك ال-er للأسف هي دي الاجابة الصحيح طبعا الكلام ده مش كلام رسمي انا اللي بقول لك دي وجهة نظر الشخصية وده موقع عجنبي برد وقدر تستفيد منه الله المستعان سيبك من اللي فات ركز في اللي جاي ان شاء الله اللي جاي احسن وهتعدي على خير وكلكم تأفلوا جيبوا اعلى الدرجات ويتابع معاكو اول باول كده كده الترم الاول هيتضاف معانا مع الترم التاني محدش يكون الان وفي النهاية ان شاء الله رب العالمين النتيجة هتكون مبشرة ومرضية للجميع خدنا كلمة مرضية في الامتحان النهاردة satisfactory طبعا كده معناها ان هي مرضية satisfactory في عندنا كلمة تانية acceptable الله المستعان واشوفكو في فيديو جديد